بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم في حساس مكومن التاريخ سنقوم بإتمام دارس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة في الحساس السابقة كنا قد تعرفنا على المرحلة الأولى لبناء الدولة المغربية الحديثة والتي كانت في عهد الملك الراحل محمد الخامس كما تعرفنا كذلك على المرحلة الثانية في بناء الدولة الحديثة والتي كانت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني أما عن حصة اليوم بحول الله فسنتعرف على المرحلة الثالثة لبناء الدولة الحديثة التي في عهد الملك محمد الثالث بالإشارة فقط سيتم الاستعانة بوتائق الكتاب المدرسي منار الشمعيات للسنة الثالثة من التعليم الثانوي إعدادي من أجل إغناء الدرس إذن كما قلنا في هذه الحصة سنقوم بالتعرف عن المرحلة الثالثة لبناء الدولة الحديثة أيما بعد سنة 1998 أي في فترة حكم الملك محمد الثالث فبعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1999 قام الملك محمد الثالث بإسم ما بدأه والده الراحل في جميع الميادين متبني مجموعة من الإصلاحات ففي الميدان السياسي وصل الملك محمد الثالث الإصلاحات التي بدأها الملك الحسن الثاني فمن خلال الوثيقة 2 صفحة 70 من كتابك المدرسي التي تتحدث عن بعض هذه الإجراءات إذن لنقرأ النص من أجل استخراج أهم مضاوينه إذن أعطينا مفهومة جديدا للسلطة يجعلها ترعى المصالح العمومية وتتبر الشؤون المحلية وتحفظ الأمن والاستقرار وتسهر على الحريات الفردية والجماعية وتنفتح على المواطنين باحتكاك مباشرين بهم ومعالجة ميدانية لمشاكلهم وإشراكهم في هذه المعالجة وهو مفهوم يتسم بالشمول والتكامل هكذا طلقنا في لقاء مباشر معك في بناء مجتمع حداتي قوام مترسيق دولة الحق والقانون والدود عن وحدة التراب واستثمار الرصيد التمين للإشعاع الدولي للمغرب بنفس وآليات جديدة إذن النص مقتطف من خطاب صاحب الجلال الملك محمد السادس لمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز لسنة 2000 لنستنتج من النص أنه يتحدث عن المفهوم الجديد للسلطة التي ترعى المصالح العمومية وتدبر الشؤون المحلية وتحفظ الأمن والاستقرار وتسعر على الحريات أو حقوق الإنسان وكذلك الحريات الفردية والجماعية التي تنفتح على المواطنين وفي احتكاك مباشر بهم معالجة ميدانية لمشاكلهم وإشراكهم في هذه المعالجة كما يتحدث النص كذلك على تعسيخ دولة الحق والقانون والمقصود بهذه الأخيرة هي دولة يتم فيها تطبيق القانون لأشخاص والسلطات العمومية وقراراتها من طلب السلطات المختصة كما يتحدث النص كذلك على الدفاع عن وحدة الطراب واستثمار رصيد التميين للإشعاع الدولي للمغرب بنفس وآليات جديدة والتي تخدم مصالح أو تخدم أهداف ومصالح بناء الدولة المغربية الحديثة كما تتحدث الوثيقة الثالثة عن الإجراءات التي تخص كذلك الميدان السياسي إذن فالجدول الوثيقة الثالثة تتحدث عن قطوات تعزيز الديمقراطية في المغرب ففي تسعة ماس لسنة 2011 تم القاء الخطاب الملكي القاضي بترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعديل الدستور بينما في واحد اليوز لنفس السنة تم المسادق على الدستور الجديد بالستفتاء الشعبي وفي 25 نوامبر لنفس السنة إلى سنة 2011 تم إجراء الانتخابات التشريعية وتكليف الأمين العام لحزب الفائث أي حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة أما فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتمثل في هذه القطاطة والتي تتحدث عن بعض آليات تفعيل توجهات العهد الجديد والمقصود بالعهد الجديد هي الفترة التي اتسمت بالإصلاحات الدستورية والحقوقية والسياسية والاجتماعية وبرجوع للقطاطة فالإصلاحات التي خاصت المستوى الاقتصادي تمثلت في خلق قوانين الاستثمار ثم إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز ثم توقيع اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة مع وضع برنامج للتأهيل الاقتصادي بينما الإصلاحات عن المستوى الاجتماعي تمثلت في إحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن لسنة 1999 ثم إحداث صندوق التنمية الاجتماعي لمحاربة الفقر مع وضع برنامج الأولويات الاجتماعية التي تخص السكن وإنعاج العالم القروي والصحة ثم تفعيل دور المجتمع المدني وإشراك المرأة في الأنشطة التنمية ثم خارف مبادرة وطنية لتنمية البشرية في 18 ميل لسنة 2005 أما فيما يخص الإصلاحات الأساساتية وتشريعية والتتمثل بالخطاطة التالية مؤسسيا تم إعادة هيكل المجلس لاستشار الحقوق الإنسان لسنة 2001 ثم إحداث ديوان المظالم لسنة 2001 كذلك ثم إصلاح القضاء المحاكم الإدارية والتجارية ثم إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لسنة 2001 بينما تشريعيا تم خلق مطاق الوطن للتربية والتكوين سنة 2000 ثم قانون الجديد لجمعيات سنة 2002 ثم مدونة شرول سنة 2003 ثم كذلك مدونة أسرة سنة 2004 ثم خلق أو جعل ملاءمة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية كالقانون الجنائي مثلا لنستنتج من خلال هذا الدرس أو درس هذا اليوم أن الإصلاحات التي قام بها الملك محمد السادس لا زالت مستمرة ولا زالت تركيز على ترسيخ الديمقراطية وتقوية الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى الاجتماعي إذن بعدما تعرفنا على درس حصة اليوم ستقومون بكتابة ملخص في دفاتي لكم وكذلك المصالحات تحية خالصة لكم والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته تحية خالصة لكم تحية خالصة لكم